من جدد التحية لكل أبناء منطقة الحزمية لكل الناس اللي مضطرين يومياً يعبروا أوتوستراد الحزمية اللي عم بيعانوا من زحمة سيرخنة يومياً خصوصاً بأوقات الثروة أيضاً كمان نسمحوا لحي روي حرب اللي تواصلنا معه بخصوص اللقاء اليوم مع الأستاذ جان الأصمر رئيس بلدية الحزمية اللي هو ضيفنا بستوديو واحد بإزاعة صوت لبنان أستاذ جامل ننتقل لموضوع الأثار وتحديداً يعني أناطر الزبيدة الجميلة كيف اليوم عم بتحافظوا على هالإرث الثقافي الإرث الجميل جداً يعني من منطقة الحزمية واللي تاريخي واللي عمره سنين سنين واللي هو يعني بنعرف كلنا سوى تلت ميت سنة قبل المسيح صحيح أناطر الزبيدة أو القسم الموجود من أناطر الزبيدة ضمن طاق بلدية الحزمية كثير عزيز وغالي علينا ومشان هيك اعتمدناه شعار للبلدة يعني اليوم شعار البلدة مثل ما شفتيه على العلم هو أناطر الزبيدة والأرز اللبنانية نحن قمنا بعدة مشاريع على هالطريق اللي كانت بالأساس كانت طريق منا مأهلي قمنا بتأهيلها كانت طريق لما أهلناها تستعمل من قبل نسبة كبيرة جداً من المواطنين على مختلف مستوياتهم للمشي لرياضة المشي كل النهار طيلة فترة النهار بس بصورة خاصة بالصباح وبعض الدور بس للأسف أنه لما تأهلت الطريق المقابلة لألنا بمنطقة المنصورية تحولت هالطريق إلى طريق رئيسية فاتطرينا نحن حولنا كنت بدي أسألك عن هل هو الجسر؟ يعني اللي بده يهرب من عجلة سير المنصورية بده يسلك الطريق أناطر زبيدي صارت معروفة بطريق أناطر زبيدي هل هي سليمة وصحيحة وهي سائق عم تسمح ولا تسمح ولا كل السيارات تمرق عليها صحيح نحن من بعد ما أهلنا هالطريق وقمنا يعني بأشغال مهمة عليها من تعريض الطريق وتأهيلها لتصير بحالة جيدة بعد فيه إعادة فلشة بالزفت من أول من وسط الحازمية حتى النقطة اللي عم تسأليني عن حرتك اللي هي السد هو بالحقيقة منه جسر هذا سد مياه معمول تقريبا بقبل الخمسينات وهالسد هيدا هو يمكن من السدود القليل اللي بعد قريبة لبيروت وموجودة هل مسموح أنه تمرق الناس عليه؟ تحول بكل أسف اليوم صار عم يستعملوه السيارات كجسر نحنا بعثنا لوزارة الطاقة من عدة سنوات ونبهنا على أنه هالسد هيدا منه مأهل أنه يتسلكوا هالكميل الكبير من السيارات نحنا أخذنا بعض الإجراءات حتى ما تسلكوا الشحنات لأنه الشحنات كمان إذا قطعت تحت أنطرة الزبيدة بشقف معينة اللي ممكن تتسبب بأضرار عاملين حماية للموضوع هذا إنما كسافة السيارات يعني صار هالطريق اللي كانت منه موجودة بالأساس كطريق ما كان يسلكها إلا اللي قصد المنطقة هناك أو قصد المشي أو قصد هوية الطبيعة صارت اليوم كأنه طريق رئيسي علي كسافة السيار وخاصة بساعة الزروة نعم رح ناخد اتصال السيار جان ألو؟ ألو موجود موجود فضل يعطيكون العافي ألو يا عافيك أسود عزك بشغلي صغيري أنا ما بحب كثير النقو منها من النوع اللي نعم تقولوا بيضال ينقو كل شيء ويعطيهم عالف عافي الشباب على التحسينات بس في هيك كم شغلة هيك ملاحظة صغيرة بس فضل فضل إنه لف من الصياد يلي جاي من بعض دوام الحدد إذا بدير رأي ياخد الأوتوستراد مجبور يطلع الفيادية صاري أحنا فوق لحد جسر فيادية ليقدر يلف ليرجع ينزل ياخد الأوتوستراد طريق النزل في شي مش طبيعي الموضوع ناوكي عم يعملوا الجسر والفاصل بالنص يعملوا على العليلة أكسس من الصياد دغري يعني اللي جاي من بعضها أو من الحدد يقدر ياخد الأوتوستراد يعملوا لها إشارة في مية دركة هونيك بس أكيد مش معقول إنه الواحد مش طبيعي يطلع يحط تنج البنزين يعني ويضيع أكتر من ربع ساعة تلس ساعة وقت العجلة بس لحتى يطلع يلف بير رأي ياخد الطريق يرد يخطوها بيعاني اعتبار يعني مش معقول ناوكي 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 شكرا ناوكي 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 أنا بفهم والشي إنه فيه بعض الشي بس ما فيه ناوكي فيه أكسس عالصياد يعني كل المطلوب وإنه كل الدركة أوكي وحف هذا السير مش هذا السير ناوكي ناوكي شكرا لاتصالك ملاحظة كمان مهمة جدا آآ السجان شو بتقول للمستمع اللي تمنى عليكم إنه ينعمل شي مش إنه ي وهلأ كمان التنكية البنزين باربين ألف يعني إذا بدنا نرجع نقيسة مع عاجئة الزير ومع زحمة الزير وواقف انت سيارة تتوصال على الفيادية وترجع تخد الطريق مرة جديدة نزول بالحقيقة أنا بقول إنه ما هو حق بالملاحظة تبعيته أنا بتمنى على المسؤولين عن تنفيذ المشروع حاليا إنه يلاقوا حل بديل هل أنه المسافة الكبيرة اللي بده يقطاع المواطن يرجع ياخد بس أنتوا مش هلأ اتصال دايما مع الملفزين عن المشروع بلا بس فيه متابعة كمان دايما لقلون من قبل مجلس الماء والعمار خاصة عندما بيعملوا تبديلات للسير يعني تبديل السير أنا ممكن أني راجع الأستاذ إلي المهندز إلي حلو بهالموضوع حتى نشوف إذا بيقدروا يعملوا حل أسهل من أنه يرجع المواطن يطلع ليوصل لمفرق الريحانية ليرجع ياخد الأكتصال يعني بتوعد المستمعين اللي راح تشتون عليها؟ أنا بوعدهم بالمراجعة بوعدهم بالمراجعة أكيد منعود للسد اللي عم تسلك السيارات واللي هو مش مؤهل لتسلك السيارات ليش بلادية الحزمية ما بتاخد قرار بمنع سلوك السيارات أو عبور السيارات عليه؟ ستنا نحن أول شيء الوصلة الطريق اللي عم تسبب لنا هالأزمة السير ما بتعود علينا بالفيدي إطلاقا هي بالحقيقة مصدر درر لإلنا مثل المشروع المستديرة بس ما فينا نمنع السيارة لا لأنه كنا عم نقوم ببعض الأشغال عم نضطر لأنه نوقف الطريق ونحط أعلانات عن أنه موقفين طريق لبضع ساعات عم تقوم لإيامة على وسائل الإعلام أنه نحن عم نسكر هاي الطريق اللي هي منى طريق مش موجودة هاي الطريق لحتى تكون وصلة بين الحزمية أو بين قضاء بعبدة وقضاء المتن الشمالي يعني حاليا هاي دي وصلة بين المتن الشمالي والمتن الجنوبي ما في إمكانية يعني ينعمل جسر بده الجسر هاي دا يلغى يلغى أول شيء هيدا السد تابع لوزارة الطاقة وأنا رح أرجع أكتب مجددا لوزارة الطاقة حزر لأنه نحن ما منحبز أبدا أنه يتضرر هيدا السد هيدا السد مريد أنه نحافز عليه كمعلم لو منه أسري بس كمعلم موجود بنسابة بهالمنطقة هونيك بالإضافة إلى أنه نحن عنا النية من عدة سنوات أنه نعمل على هالسد هيدا بحيرة طبيعية تكون متنفس لكل جوار الحزمية مش لمنطقة الحزمية كيف تكون تعملوا بحيرة طبيعية وهي كل المجرير من منطقة المتن تصب يعني بالنهر وخصوصا يعني عم نلمص الرويح الكريهة اللي عم تبدأ من شهر أيار يعني من فصل الربيع صحيح ونحن قربنا على شهر أيار صحيح كيف تكون تشتغلوا على بحيرة وهو بيصير يعني ابتداء من شهر أيار يعني ما صب للمجرير المنطقة أفض بالحقيقة بكل أسف أنه مجرى نهر بيروت هاللي اليوم بتلاقي كميات كبيرة من المياه هم تدفق فيه خلال فصل الشتة ابتداء من قوائل أيار بيتحول بس للمياه اللي بتبقى فيه هي عبارة عن المجرير اللي بتصب فيه من جهتين مجرى النهر سواء من جهة المتن الجنوبي أو من جهة المتن الشمالي وهذا الشي موضوع مراجعة من قبلنا نحن كل البلديات اللي موجودة على قرب مجرى نهر بيروت قمنا بمراجعات عديدة مع ميس الماء والأعمار إنما ما في حاليا نية لتنفيذ الخط هاللي بياخد هالمجرير هاللي هو بيكون بقلب مجرى النهر ولكن فيه متابعة من قبلكم فيه متابعة من قبلنا لأنه هيدا عم يتسبب بكير سي بي يعني ما رح تتوقفوا عند الاتصالات اللي أجرتوا ورح تتواصلوا نعم نعم نتواصل إنما التأخير ناجم عن عدم وجود محط التكرير الرئيسي بالكارنتينا لينوصل عليها الخط عند تنفيذه نعم أنا بدي أختم حلقتنا لليوم بمبروك لدرع الحكومة الإلكترونية العربية اللي فازت فيها بلدية الحزمية باختصار شو منقول عن هيدا الموضوع لنختم ونودع مستمعينا باختصار نحنا دايما بحالة تطور دائم هالدرع اللي حزنا عليه من منظمة منظمة الدول العربية اللي تابع على جامعة الدول العربية كان حافز لإلنا لتطوير صفحة الإنترنت اللي عائدة لبلدية الحزمية اليوم نحنا لزمنا تطوير هالصفحة هيدا لتصير على أفضل مما كانت عليه بنسبة كبيرة جدا وهالتطوير هيدا رح يشوفوه ويرمسوه المواطنين ابتداء من أول حزير عرب الأستاذ زاجان الأسمر رئيس بلدية الحزمية شكرا لحضورك إلى إزاعي صوت لبنان برتقي معكم من جديد بكرة بنفس التوقيت على نفس الموجة باي